رغم نصري الفيديو يعتذر فيه عن الكلام الصادر عنه في حق ملك البلاد مؤكدا أنه كان مريضا وغادبا من الإهمال الذي وجده بمستشفى صنية الرمل إلا أن القضاء لم يتساهل مع الشاب المعروف باسم سعيد تيبورون حيث أصدرت الابتدائية التطوان قبل قليل حكم أن يقضي بحبسه لسنتين نافذتين مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم الشاب التطواني تابعته النيابة العامة بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة هيئات منطمى وإخلال الإعلان بالحياة وهي التهم التي اعتبر القضاء أنها ثابتة في حقه وكانت قضية الشاب سعيد قد حضيت بتعاطف واسم من طرف الرأي العام الوطني والمحلي خاصة أن ظروف تصويره لذلك الفيديو الذي تبع من أجله لم تكن عادية إذ كان يعاني داخل مستشفى سنية رمل دون أن يجد من يهتم لشأنه ترجمة نانسي قنقر